السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقائي في فيديو جديد من قناة دروس انجليش ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنراجع منهج ان شاء الله connect plus 5 الصف الخامس اللي ابتدائي الترم الاول من كتاب step 1 ان شاء الله هنراجع unit 4 وهو اخر unit في المنهج تعالوا نشوف طبعا هنا بنبدأ زي ما انتو عارفين وبعدين هناخد بس ياريت قبل ما تبدأوا الفيديو تدعموا الفيديو بلايك ما تنسوش تشركوا في القناة وبما ده يكون اخر فيديو في المنهج خالص والمراجعة وما تنسوش تسيبولي كومنت حالو لو انتو عايزين اي حاجة ولو مش عايزين سيبولي برضو كومنت number one بيقول لنا we push push يعني يدفع يزق يعني ايه البيديو اللي هي الفرامل البيديو اللي هي الدواسة الويلز اللي هي العجلة بتدفع ايه علشان العجلة تتحرك طبعا البيديو اللي هو البدال او الدواسة اللي انت بتحط عليها رجلك number two when you want to stop the bike لما بتعوز توقف الدراجة بتستخدم الفرامل طب لو انت عارف يعني ايه فرامل هتعرف ان هي breaks we use a pull ولا push force to pick up a bag on the ground ده علشان ترفع اه pick up تلتقط شنطة من على الارض اه بتستخدم قوة ال push الدفع ولا السحب البول طبعا بنستخدم البول السحب we use pull ولا push force to move the peedles of the bike عشان نحرك العجلات او عشان نحرك البيدلز الدواسة او العجلة بتاعت العجلة طبعا we use a we use a push اللي هي قوة الدفع بنضغط برجلينة على البدال بتاع العجلة فبتقوم تتحرك number five the bike has one one front a one front wheel and another big one اللي بيقول لنا طبعا ان الدراجة لها wheel عجلة قدام وعجلة ايه اخرى ورا a resistance gravity friction keeps people from flying up into space طبعا ايه الجرافتي اللي هي الجاذبية تمام when you press on a spring wood metal with your fingers it gets smaller when you press a on a spring tension friction a resistance is a pull force ها tension pilots astronauts drivers travel into space اسمين اللي بيسافر في الفضاء astronauts طبعا عارفين يعني ايه astronauts اللي هم رواد الفضاء تمام اه هنا بيقول لنا طبعا عندها عشر احفاد وهو واحد منهم grandchildren nurses help in hospitals النورسز بيساعدوا الدكتورز في الهوسبتالز الممرضات بيساعدوا الاطباء في المستشفات 12 the pilot scientist astronaut works in an airport مين اللي بيشتغل في المطار the teacher engineer builder designs roads and bridges مين طبعا اللي بيصمم الطرق والbridges الكباري الانجينير scientists doctors astronauts invent very useful things for us مين اللي بيخترع invent اشياء مفيدة لنا for us ها طبعا العلماء scientists the bird has two البرد اللي توئي two wings اللي هم جنحين the builder architect pilot designs buildings بيصمم المباني مين هنا عندنا بيصمم المباني طبعا الاركتكت المهندس planes take off and land land in a in an airport بطهبط في المطر birds have lots of ليه الكثير من اي من الفيزرز طبعا الفيزرز اللي هو الريش you can fall on ice you can fall on ice because there is less 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 friction then on the path push force falling air resistance make an object move more slowly طبعا air resistance هو اللي بيخلي الاشياء تتحرك ايه ببط exercise number two بيقول لنا choose the correct word طبعا ده على الجرامر طبعا الجرامر اللي اخدناه في unit 4 هو كان ال question tag السؤال المزيل وهو سؤال بمعنى اليس كذلك ودايما بيوجد فيه اخر الجملة وقلنا ان هو بيتكون من فعل مساعد وضمير فاعل فقط فعل مساعد وضمير فاعل فقط اوكي قلنا ان السؤال المزيل بيتكون من اول حاجة انا قلتلكم لسا دلوقتي فعل مساعد وضمير فاعل ولو الجملة مثبتة السؤال المزيل بيجي منفي طبول الجملة منفية السؤال المزيل بيجي مسبتي بقى ايه العكس استحال السؤال المزيل والجملة يكونوا بنفس الاسبت او النفي يده منفي يده مسبت يده مسبت يده منفي قلنا ان احنا بنستخدم الفعل الموجود في الجملة وبنستخدم نفس الفاعل طيب لو الضمير كان او لو الفاعل اسم بنحل محله ايه ضمير يعني مثلا لو صارة تبقى الشي لو احمد تبقى هي وهكذا قلنا ان لو الجملة في زمن المضارع البسيط بنستخدم دو او دز لو كانت في الماضي البسيط بنستخدم دد طيب لو هما مسبت لو الجملة فيها دو بتبقى دونت لو دز بتبقى في المزيل المزيل دوزنت لو دد بتبقى ديدنت وهكذا اوكي تعالوا بقى نحل انا كنت بذكركم به كده سريع number one يبقى هنا ايه جوز هنا هتبقى هنا ايه هنا مضارع بسيط اول حاجة هتبقى ايه هنا دوزنت شي you can do it yourself can هتبقى ها can هتبقى can't they want هنا من فيه want كان اصلاه في الاسبات well they were climbing at mountain يبقى they were هتبقى ايه weren't they he was at the cinema yesterday wasn't he عشان هنا عندنا was she isn't good is she the necklace are beautiful this necklace القلادة او العودة ده are beautiful are beautiful aren't they تمام we can't هنا كانت هتخرج برك can we you could can't couldn't find your toy couldn't you couldn't برة من فيه هيبقى هنا هتبقى could you could they are shopping aren't they that is very funny isn't he طبعا جبنا هنا هي علشان داد يحل محله الضمير هي they can't swim can they it wasn't was it شوفوا من غير من حل من غير ما نقرأ الجملة من غير ما نفهم معناها من غير اي حاجة jana is in the karate club with you isn't she او الا isn't she ما ينفعش بقى هنا بيقول لنا isn't jana لا الاسم بيخرج بيحل لمحله ضمير فاع اوكي ما ينفعش الاسم يخرج زي ما هو isn't she نبدأ you can can't you this is this doesn't this isn't your school bag طيب نعرف منين هنا بيقول لنا isn't at يبقى اصلها it as this ايه this is is طيب هنا قيت علشان هنا بنقول this is this is your school bag الشنطة غير عاقل حل ما حلها ايه ضمير ايه he went to the club with me went هنا بنكلم في الباست في الماضي طب قلنا في الماضي هنا الجملة ايه اسباتي بقى احنا عايزين نفي طيب هيبقى عندنا يا didn't ya wasn't he طيب هنا الباست قلنا بننفي بديد انتهي باسل لايكس فيش الجملة هنا ايه باسل لايكس ايه مضارع بسيط present simple طب المضارع البسيط بننفي بايه ها yeah doesn't he yeah does he طب هنا هنختار ايه هنختار doesn't he علشان هنا باسل الهي والشي والإت بيجي معاهم does she has a nice blue blue dress هنا number 19 doesn't doesn't she grandma visited was visited didn't visit us yesterday didn't she هتبقى ايه visited لماذا ما قلناش didn't visited اولا ما ينفعش حتى لو كانت آآ آآ did visit آآ ما ينفعش ليه لان هنا عندنا الجملة ماضي اوكي ماضي بسيط هنا جاب لنا didn't she بنستخدمه لما بنكون ماضي طيب هنا didn't ما ينفعش يبقى فيه نفي وما ينفعش يبقى فيه هنا نفي طيب was visited لا هنا visited هنا ايه عرفنا من ايه دي ان احنا بنتكلم في الماضي وبننفع في الماضي بايه بdidn't ويه الضمير اللي معانا 21 آآ عاد البلايز لا دي انتهم فوتبول is no to play with his friends doesn't he doesn't it طيب احنا هنا هندور علي وايه على ه어서 بريزن ت سيمبل مضارع بسيط طيب المضارع ال بسيط هنا عندنا Midlands البلايس. we have much homework today. we have much homework today. haven't we? aren't we? don't we? طيب نعرف منين عندنا هنا ايه? we have a much homework today. اليوم هنا present symbol مع we. هنستخدم ايه? do. هيبقى don't في النفي. هتبقى don't we. الجملة ما تخدعناش ونختار على طول haven't we. tony three. hey, had some news yesterday. yesterday. يبقى هنا ايه? بنتكلم في past في الماضي. طب النافية هنا هنا جملة مسبتة هنخرجه على نفية هتبقى didn't he? she helps. doesn't help? didn't help her mom? does she? does she? احنا عايزين قدام الجملة في الاول اه منفية هتبقى منفية. طيب هنستخدم ايه? هتبقى doesn't help. they usually meet at the club on friday. usually من علامات present symbol هتبقى هنا don't they?